بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الركن الأعظم من أركان الحج الوقوف بعرفة يعني يكون داخل عرفة يوم عرفة من الأيام الفاضلة تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات وهو يوم كمال الدين وتمام النعمة كما في حديث عمر بالخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناء نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة لو نزلت على اليهود لكان كما ذكر قائلهم تخذوا ذلك اليوم عيدا وهو يوم المباهات بأهل الموقف كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا نعم في عشية عرفة ينزلوا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة يباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له وهو يوم الدعاء ويوم ترطيب الألسن والقلوب بكلمة التوحيد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا أفضل الذكر الذي يقال يوم عرفة فلا ينشغل الإنسان عن هذا اليوم وما فيه من الخير بالقيل والقال أو بالنوم والغفلة عن ذكر الله وإذا ذكر هذا اليوم سحة العيون بالدمع على مشهد الحجيج وهم في عرفة يجأرون لله تعالى بصالح الدعوات نعم هكذا المسلم لأنه يوم عظيم اجتماع كبير اجتمع فيه والمكان فاضل والزمان فاضل والعمل فاضل اجتمعت فيه فضائر وهو يوم العتق من النار يقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة المراد به العتق من النار ما أكثر الأيام عتقا من النار يوم عرفة كما في الحديث والظاهر أن العتق من النار ليس خاصا بأهل عرفة وإنما هو عام لهم ولغيرهم وإن كان يرجى لأهل عرفة أكثر من غيرهم وإذا كان أهل الموسم قد ظفروا بالوقوف في عرفة فإن لأهل الأمصار صوم ذلك اليوم العظيم إينا يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة حتى يشارك الحجاج في الأجر قال صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الحاضرة ترجمة نانسي قنقر